حركة حماس أنها أبلغت الوسطى المصريين والقطريين بقبولها مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيث أبلغ إسماعيل هانية رئيس المكتب السياسي للحركة رئيس المخابرات المصرية ورئيس زراء قطر أبلغهم بموافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار وأوضحت حركة حماس أن المقترح الذي وافقت عليه يتضمن وفقاً وقفاً لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة وعودة النازحين واتفاق لتبادل الأسرة والمحتجزين كما أوضح مصدر بالحركة أن مقترح وقف إطلاق النار يتضمن ثلاث مراحل كل منها 42 يوماً مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق تشمل انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من غزة في الأثناء أكد مصدر رفيع المستوى أن الوفد المصري الأمني تلقى ردود إيجابية من الطرفين ويكثف الاتصالات للتهدئة